محمد صلاح يهضر ركلة جزاء ليفربول أمام نيو كاسل إليكم تفاصيل الخبر أهضر نجم فريق ليفربول محمد صلاح ضربة جزاء في المباراة الجارية حالياً أمام نيو كاسل يونايتد في بطولة الدور الإنجليزي ممتاز ويستضيف ملعب الأنفلد مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وحصل ليفربول على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر الشوط الأول بعد تعرض لويس دياز للعرقلة من بوتمان لاعب الخصم ونفذ محمد صلاح ضربة جزاء ليفربول ولكنه أهضرها حيث تصدى لها حارس نيو كاسل يونايتد دوبرافكا بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم